مرحبا كل جميعا نعمل نمورا السميدة مع القطر يأتيهم طعم طيب ويدوه يتمكن فأخينا بدأ أولا نعمل القطر من حط بطنجرة 3 أكويب أو 600 جرام سكر و نزيد على كوبه ونص أو 360 مليلتر ماي و ملعقة صغيرة ونص عصير حامض و من خلطها كثير منيح بملعقة خشب و يرجع و نضعها على النار قوية و نتركها إلى حتى يغله و نضعها على النار خفيفة لمدة 10 دقائق و نضعها على النار و نضعها على الملعة كبيرة و نص ما زهر أو يمكنك أن تضعهم موارد كما و نضعهم كثير منيح ملعة خشب و نضعهم ببال و إذا أردتكم يمكنك أن تضعوا حبوب هير على القطر هنا و يغلو و الآن يمكنكم أن يساقوا على الآخر و يمكنكم أن تضعهم للراد لتساقوا على الأسرع و يمكنكم أن تعملوهم قبل نهار لكن المهم لما تضعوهم على النامورا يكونوا على حراة الغرفة و الآن نضع النامورا و نضع ببال نص كوب أو 113 جرام زبدة و نضعهم المينكرايف في مدل 30 ثانية أو دقيقة حتى يدوبوا و يصيروا صخنين و نضعهم على 3 أكوية أو 500 جرام سميدة خشنة و نضعها منيحة بسباتيولا حتى يصير كل السميد مبلول بالزبدة كل ما يجب أن نضعهم أكبر لأنه أعطت على الطاولة و الآن نضعهم بلاستيكراف و نضعهم إلى مدة 6 ساعات أو 12 ساعة أو منكم تطيرهم قبل بنهار و الآن بعد ما نضعهم نضعهم الArchip و نضعهم في مبال كبير بشير سميدة كيف شربت الزبدة منيحة أنه يجب أن تكون يجب أن تكون مملكة و نكاسة كما يرون و الآن نضعهم نصف ملع صغيرة ملح ملع صغيرة باكينج باودر و نصف ملع صغيرة باكنج باكينج باودر وننخلهم كثير منيح ونخلطهم كلهم بالسباتيول كثير منيح ونضعهم على الجنب ونضع في بالكوب ونص أو 360 جرام يوغورت أو لبن ونزيد عليهم نص كوب أو 100 جرام سكر ونخلطهم كثير منيح ونضع خلطة لبن على خلطة السميدة ونخلطهم كثير منيح بسباتيول لكي يكونوا عجينة ونضعهم على الجنب ونأخذ مول المدور حجمه 30 سم ومدهنه بالزبدة ونرش على تحين ونضرب المول كثير منيح لكي يجي تحين على كل المول ونشيل التحين الزايد ونزيد عجينة النمورة على المول ونوزعها بالتساوي بسباتيول على كل المول ونضرب العجينة الدق على الأطراف بيقف الملعة الكبيرة ونضرب الصينية كثير منيحة للطاوية حتى يتوزعوا بالتساوي ونضربهم نرتاحهم لمدة 15 دقيقة وبعد 15 دقيقة من ملسهم من فوق بيحيارلك بباقي عندكم ونقص العجينة لقطعة متساوية بالسكين وفيكن تقصوهم مكعبات او مربعات وهلق منحط قطعة لاز على كل شقفة وما تقشروا اللاز ولا تقصوه ولا تعملوش يتركوه متل منه وهلق منحطهم بالفرن على 180 درجة مئوية لمدة 45 لخمسين دقيقة اولا حديث ما يستوى من جوه ويحمروا من فوق متل ما شايفين ودغري اولا ما نطلعهم من الفرن منزيد القطر اللي عملناه من قبل ولازم يكون القطر على حرارة الغرفة مش مسقع ولا صخن بتفكري ان القطر اكتار على النمورة بس هنا دغري رح يشربوهن بعدش خمس دايق رح يبطل مبيان القطر وهلق منتركوهم يسقعوا على الاخر لامدة اربع ساعات او كل الليل او فيكن تحطوهم بالبراد لحتى يسقعوا اسرع ونرجعوا ونعلم القطع ببيتزا كاتر او بسكين عادي ونرى كيف ان من جوه كلهم قطر ويمنصحكم جربوهن وصحتان ونرى كيف يلمعوا ونرى القطر هكي يجب ان يكونوا اذا تقلل القطر مش تصبط الريسيبي دعنا ندوها ارطائبين ونرى كيف يمكنكم اذا احببت احداث بما تستعملوا لايك وسبسكرايب وقعنا جلس ونشوفكم مع الجديد باي